وسط أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية تواجهها سوريا منذ بدء النزاع قبل نحو عشر سنوات طرح البنك المركزي السوري ورقة نقضية جديدة لفئة خمسة ألاف ليرا هي الأكبر حتى الآن والفئة الجديدة التي سيبدأ تداول بها الأحد عليها صورة لجندي سوري يوجه التحية للعالم مع جانب لوحة جدارية من معبد بعلشمين في مدينة تدمر الأثرية بحسب ما نشر البنك المركزي السوري وبرى البنك إصدار الفئة النقدية الجديدة لمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية والتخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية بسبب ارتفاع الأسعار